سأعود إليك للحديث أكثر إذا ما كانت الخروج أو الأمور خرجت عن سيطرة نيتنياهو خلال الجولة التصادية ولكن دعنا سيد محمد نرحب بالسيد حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي من غزة سيد حسن أهلا بك في البداية أريد أن أتوجه لك بسؤال حول الخرقات الإسرائيلية التي تمارس في هذا التوقيت الآن الإعلام يتحدث عن أن الاحتلال قصف مناطق حدودية ما سمي بمرصد وبعض الإطلاقات القزائف من المدفعية الإسرائيلية وهي في مناطق مفتوحة وبعيدة عن التجمعات السكانية غالبا في مناطق زراعية قد يكون لهذه الإطلاقات تخوفات من وجود بعض الأهداف قد تكون عرضة لصواريخ الكورنت أو من هذا القبيل لكن واضح بأن سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهال الإسلامي كانت حريصة أن تكون لها الكلمة العليا في قصف التجمعات الصيونية فقصفت العمق الصيوني بصواريخ طويلة المدى وصلت إلى تخوم تل أبيب وسقطت في مناطق مهولة واستمرت حتى ما يزيد عشرة دقائق بعد الساعة العاشرة والآن يسود قطاع غزة حالة من الهدوء وعادة الأمور كما كانت أعلنت المدارس غدا ستفتح والبنوك والحالة تجارية تعود كما كانت وأعلن أيضا عن فتح المعابر وأيضا الاحتلال الإسرائيلي أعلن بالحوذة للحياة الطبيعية في منطقة غلاف قطاع غزة يمكن القول بأن الجولة انتهت فعليا وأن هناك قبول بوقت إطلاق النار وأن المساعي المصرية نجحت في النهاية في إرساء تهدئة استدامت المواجهة خمسة أيام استوعبت بها حركة الجهاد الإسلامي الصدمة الجريمة وبدأت بحشد الفصائل الفلسطينية للتوافق على رد متوافق عليه ضمن غرفة العمليات المشتركة لضمانة وحدة الصف الفلسطيني كهدف من أهداف رئيسية لهذا الرد سيد حسن هل استطاع الفصائل الفلسطينية تحت غطاء الغرفة المشتركة أن تكسر ماء الدعية إسرائيليا حول السياسة التي حاولوا أن ينتهجوها من خلال هذا التصعيد وهي فرق سد نعم كما تفضلت السياسة الإسرائيلية تقوم على الفصل والعزل والاستفراد منذ زمن طويل قامت على تقسيم الشعب الفلسطيني وتعمل على تغزية النزاعات بين الفصائل الفلسطينية لذلك حرص حركة الجهاد الإسلامي منذ البداية أن يكون هذا الرد متوافق عليه خاصة مع حركة حماس كونها تحكم قطاع غزة ولديها أجهزة وكثير من المصالح ويجب أن تكون حذرة في صورة ما يجري تماما لذلك كان هناك موقف شعبي مؤيد وحاضنة شعبية احتضنت سرايا القدس طوال فترة العدوان وهي من الناحية العملية اتبعت تكتيكا جديدا مختلفا هذه المرة حيث ملكة زمام الميدان وتبعت حالة من الصمت والضبابية ومن ثم بدأت تصعد من ردها بعد كل عملية كنت توجهت بسؤال إلى السيد محمد ضيفنا من القاهرة حول حالة الصمت التي اتبعتها سيد حسن الفصائل الفلسطينية في بداية هذا التصعيد هل له دلالات وأبعاد؟ نعم هو تكتيك جديد هذا الصمت فعل الصواريخ نفسها لأن تعطيل الحياة اليومية في معظم البلدات والتجمعات السكانية هي هدف من هداف المقاومة بل هي الوسيلة الأهم للضغط على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي يمكن أن تضجر وتتعب وتبدأ تغيير مزاجها تجاه الحكومة ومن قام بهذا العدوان وبالتالي يخسر نتنياهو ما اعتقد بأن هذا العدوان يمكن أن يحقق له نتائج على صعيد الرأي العام حيث يوجد تدني كبير لشعبيته في استطناعات الرأي الصهيونية وأيضا عبر تهديدات الصهيونية الدينية بعدم التصويت في الكنيسة وقرب انفلاش الاتلاف الحكومي لذلك هو يسعى لتماسك الاتلاف الحاكم وأيضا يريد أن يعطي أيضا لنفسه فرصة لتحسين استطناعات الرأي فيما يتعلق بشعبيته المتدانية والتي أعطت المعسكر الصهيوني بقيادة الرئيس هذا المعسكر عبرته أكثر من نتنياهو وزادت على نتنياهو بأدائه بني جينيتس الذي ينافس نتنياهو حصل في استطلاعات الرأي أفضل من نتنياهو بشكل كبير لذلك حرصت المقاومة ألا يستفيد نتنياهو من هذا العدوان وبالفعل الردع انهار تماما المقاومين والقيادات الميديانية ما قال نتنياهو أنه سيحاول إثباته خلال هذا التصعيد قوة الردع الإسرائيلية على ما يبدو أنه فشل سيد حسن نعم انهار تماما بل أن الأمن الإسرائيلي انهار تماما ولأول مرة إسرائيل تقع بها ضربات توقع هذا الحجم من الضمار منذ بداية الهجمات والحروب على غزة وحتى هذه اللحظة كانت هذه الموجة من موجات إطلاق الصواريخ أوقعت خسائر وضربت مباني ولحقت بسكان مدنيين وغيرهم وقعت بهم أضرار ومن جراء هذه الصواريخ هي تكاد تكون الأولى وبالتالي الردع انهار تماما إسرائيل خسرت خسارة استراتيجية على هذا المستوى لا يمكن تعويضها هيبت تل أبيب اليوم انذهبت تماما ضرب تل أبيب أصبح مسألة عادية لدى المقاومة كان في الماضي مسألة في منتهى الصعوبة مجرد اتخاذ القرار في تل أبيب كان منتهى الصعوبة الآن تل أبيب تضرب كأمر عادي وتبدأ المقاومة في أولى رماياتها على العاصمة التي هي البقرة المقدسة لدولة الاحتلال هي مكان المال والأعمال والخسارة بها تقدر في المليارات ذلك المسألة فيما يتعلق بتل أبيب مسألة كبيرة ومهمة استطاعت المقاومة أيضا أن تكون كلمتها العليا وكان أدائها في الميدان سيطرة كاملة حيث كان باستطاعتها إدخال أي منطقة إلى الملاجئ في أي وقت تريد مهم